المعهد القومي للبحوث يكشف فجأة عن زلزال مصر المتوقع والمدمر أهلا بكم فيديو جديد وخبر جديد بداية يا ريت لو حضراتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد طبعا كلنا سمعنا في الفترة اللي فاتت عن موضوع الزلزال اللي المفروض هيكون في مصر وانه هيكون مدمر وكمان سمعنا من العالم الهولندي اللي تنبأ بزلزال تركية وقال انه الزلزال القادم هيكون في مصر طيب يطرد هيحصل فعلا ولا لا أكد الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلزال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لا توجد دولة في العالم في مأمن من الزلزال وكل يوم نسجل الزلزال في مختلف أنحاء العالم بما فيها مصر ولكن هذه الزلازل تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي مثل زلزال تركيا والسوريا وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مدخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن مصر تقع في منطقة لا تتعرض للزلازل المدمرة ولكن يمكن أن تتعرض لزلازل متوسطة القوة وأوضح الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن محاولات التنبؤ بحدوث الزلزال فشلت حتى الآن على مستوى العالم ولكن الزلازل في مصر لا يتوقع أن تصل للمرحلة التدميرية التي كانت عليها في تركيا وسوريا حتى لو حصل أنه كان فيه زلزال في مصر إن شاء الله مش هيكون مدمر زي اللي احنا شفناه في تركيا وفي سوريا كتير حصل زلازل في مصر بس ما كانتش بالقوة دي وإن شاء الله مصر عمرها ما هيبقى فيها حاجة بالشكل ده على حسب ما بيقولولنا وإن شاء الله يكون الكلام حقيقي والخبر اللي بعد كده معنا بيقول أسعار البنزين الجديدة في مصر 2023 إلحق فول عربيتك بسرعة أسعار البنزين الجديدة في مصر 2023 في تركيا واضح من قبل السوق المصري لقرار الحكومة المصرية الذي يتمثل في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والثلار وكافة مشتقات الوقود عن الربع الأول من عام الجاري 2023 واخلال الساعات الماضية قد ظهرت العديد من التوقعات من جانب الخابري البترولي نائب رئيس هيئة البترول سابقا مدحة يوسف في تصريحات صحفية له وكافة مشتقات الوقود في قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن منتجات البترول الذي يترقبه بفارغ الصبر من جانب السوق المصري وخاصة بعد تأجيل القرار حتى الآن فقد أشار نائب رئيس هيئة البترول سابقا مدحة يوسف إلى أن تسبيت أسعار البنزين الجديدة والثلار هي الأقرب في الفترة الرهنة التي ارتفعت فيها معدلات تضخم أسعار السلع لمستويات قياسية وذلك من أجل الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات أسعار السوق وعدم الإسهام في رفع الأسعار في حال رفع السولار وأن رفع الأسعار السولاري سوف يؤثر بشكل مباشر على تكلفة نقل البضائع ومعه سوف يتم رفع الأسعار السلع وهو الأمر الذي من الممكن تجنبه من الحكومة المصرية من خلال قرار لجنة التسعير التلقائي لكافة منتجات البترول المرتقب من السوق المصري معنى كده أنه في الفترة المقبلة إن شاء الله مش هيبقى فيه رفع الأسعار البنزين ده اللي بيقوله لنا الخبير الاقتصادي ده بيقول أنه في الفترة القادمة مش هيبقى فيه رفع الأسعار البنزين لأنه طبعا إحنا عارفين أن التضخم عليه جدا وارتفاع الأسعار زايد جدا 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 في مصر دلوقتي فده هيعمل أزمة كبيرة جدا وخصوصا أنه أسعار السولار والحاجات دي بتأدي لارتفاع أسعار النقل فكده كل السلع الغذائية بتزيد طبعا مع الارتفاع ده فمن المتوقع أن الحكومة المصرية تبقي على أسعار البنزين والسولار زي ما هي في الفترة المقبلة وما يكونش فيه تسعير جديد لمشتقات البترول كلها إن شاء الله ده كده معانا بيقول سبب قرار التموين بشأن صرف الخبز كل عشر أيام وتأثيره على المواطنين طبعا كلنا عارفين في الفترة اللي فاتت سمعنا كتير جدا إنه مش هينفع نصرف عيش غير كل عشر أيام مرة يعني هنصرف عيش ثلاث أيام ثلاث مرات بس في الشهر ناس كتير كذبت وناس كتير كانت مع القرار طبعا ده لو حصل هتبقى كارثة كبيرة جدا للمواطنين دلوقتي المواطن بقى بيعني بيعتمد اعتماد كله على رغيف العيش مبقاش الرز موجود ولو موجود فلوس ومش موجودة مع الناس طيب إحنا عايزين نعرف هل أنا فعلا مش هينفع أجيب عيش كل عشر أيام ولا إيه المشكلة والمشكلة كانت فين بالزبط أوضحت شعبة المخابس بغرفة الجيزة التجارية اليوم الخميس سبب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن بونات صرف الخبز بالبطاقات التموينية والتي تصرف يوميا أوضحت شعبة المخابس بغرفة الجيزة التجارية اليوم سبب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن بونات صرف الخبز بالبطاقات التموينية والتي تصرف يوميا ركزوا كويس قوي يا جماعة قال أسامة رفاعد وعشابة المخابز وغرفة الجيزة التجارية القرار الجديد الصادر من وزارة التموين يتضمن تعديل في بون صرف الخبز للمواطن اللي يصبح كل عشر أيام وليس بشكل يومي وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الورق وأشار الرفاعي لأن قرار إصدار بون الخبز يرجع إلى ارتفاع تكاليف الورق وهو مقترح للتغلب على أزمة الورق بحيث يتم إصدار بون وكشف حساب للمواطنين كل عشر أيام فقط موضحا أن القرار لن يعوق المواطن في أي شيء كما تضمن القرار تعديل رسوم إصدار بطاقات التموين اللي تكون بسعر 40 جنيه كبادل تارف بعد سنة من إصدارها الأول هنتكلم في الموضوع الأولاني يا جماعة مش كلنا لما بنروح نصرف عيش كل يوم بناخد بون صغير كده اللي هو بيطلع من المكينة بتاعة العيش بناخد بيكون فيها الرصيد أخدنا قد إيه لسه متبقي قد إيه حضرتك صرفت قد إيه من حصتك الشهرية دلوقتي الورق بيستورد مش ما عندناش صنوعة محلية للورق فالورق بييجي من بره فبقى غالي جدا يعني بتمن الدهب فعشان نوفر الورق هيبقى البون ده حضرتك هتاخده 3 مرات في الشهر تاخده أول يوم في الشهر وهتاخده يوم 15 في الشهر ويوم 29 في الشهر يقون يوم 30 احنا عارفين المخابز مش بتبقى شغالة طيب من خلاله هتعرف انت أخدت قد إيه يوم 15 في الشهر هتقدر تعرف انت صرفت قد إيه من الحصة الشهرية بتاعت حضرتك من العيش يوم 30 في الشهر هتعرف ايه اللي متبقي عشان خاطر لما حضرتك تروح تجيب فرق العيش تبقى عارف لسه متبقي لحضرتك قد إيه هي دي كل القصة القصة كلها في البون أو الورقة اللي حضرتك بتاخدها حضرتك بتاخديها ترميها ممكن هتبص فيها لو بصيت فيها ممكن تبص مرتين أو 3 في الشهر فهم هيبقوا معي حضرتك 3 مرات في الشهر مفيش حاجة اسمعها نصرف عيش لمدك 3 مرات في الشهر أو كل 10 أيام مفيش الكلام الفاضي ده الكلام ده إشاعات ومش حقيقي ومش موجود كمان سمعنا عن تعديل أسعار البطاقة وإن البطاقة هتبقى بضمان برضو كانت إشاعة هقول لحضرتك الحقيقي فيها وإيه الصح منها وإيه الغلط تضمن أيضا للقرار تعديل رسوم إصدار بطاقة التموين اللي تكون بسعر 40 جنيه كبدل تالف بعد سنة من إصدارها أما تكلفة إصدار بطاقة جديدة بسعر 50 جنيه وفي حال تلف البطاقة قبل سنة من تاريخ إصدارها تتحمل الشركة تكلفة إصدار البطاقة لما حضرتك بيوقف عندك بتوقف عندك البطاقة أو بطاقة أو بتضيع أو بتتكسر أو بتتسرق أي حاجة حضرتك بتروح علشان خاضر تطلع إيه بدل تالف لما بتروح تطلع بدل تالف حضرتك بتدفع رسوم 40 جنيه طيب في حال لو أنا عامل بطاقة جديدة وبعدها لو عملت بطاقة جديدة أنت أصلاً ما كانش رحل عند حضرتك بطاقة بتدفع 50 جنيه هتطلع بدل تالف لبطاقة كانت موجودة وتم صرقتها أو فقدانها أو أي شيء هتدفع 40 جنيه طيب في حال أنا عملت البطاقة الجديدة وبعد أقل من سنة 10 شهور 11 شهر أياً كان لحد 12 شهر حصل للبطاقة أي شيء من الحاجات اللي قلنا عليها الشركة بتتحمل الشركة اللي خاصة بالبطاقات ووزارة التموين بتتحمل إصدار بطاقة جديدة والخبر اللي بعد كده معانا بيقول وقف صرف الدعم الاستثناء على بطاقات التموين في مصر اعرف الحقيقة كشفت الحكومة المصرية حقيقة وقف صرف الدعم الاستثناء على بطاقات التموين اعتباراً من الشهر المقبل قال بيان صادر عن مركز الإعلامي المجلس والوزراء المصري إنما يتم ددوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف صرف الدعم الاستثناء على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل وأضاف البيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أكدت على عدم صحة وقف الدعم الاستثناء الذي يصرف على بطاقات التموين وأنه لا صحة الوقف من الشهر المقبل وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات حتى الآن بخصوص وقف الصرف وأن عمليات صرف الدعم الاستثناء مستمرة على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية يونيو 2023 بقيمة 100 جنيه البطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للأسرتين فيما تصل إلى 300 جنيه على البطاقة التي بها 3 أسر والخبر اللي بعد كده معنا بيقول وزير التعليم يرد على مطالبات أولياء الأمور بشأن إلغاء الامتحانات الشهرية في الترمي الثاني القادم مع عمليات الفصل الدراسي الثاني للطلاب قام الكثير من أولياء الأمور للطلاب برفع شكواهم وأسئلتهم إلى جروب الواتساب المخصص لأولياء الأمور ووزير التعليم من أجل سهولة التواصل وتوصيل أصواتهم إلى الوزراء حمد رئيس جروب حوار مجتمعي تربوي على منصة واتساب بإرسال رسالة وزير التعليم توضح فيها شكواهم وأولياء الأمور والطلاب الذين يدرسون حاليا استذكر رسالتها أن الفصل الثاني عدد أيامه أقصر من الفصل الأول وهذا لأن شهر فبراير الحالي مدته 28 يوم فقط ثم يأتي شهر رمضان بشهر مارس فتكون هناك إجازة طويلة للطلاب ثم عدد من الأعياد الأخرى الوطنية في الفصل الثاني وهو الأمر الذي سيشكل صعوبة على المعلمين في نهاية المقررات الدراسية إلا أن لم تقن الوزراء بتطبيق هذا القرار إذا أوضحت تحكم هذه الزمام الأمور وعلى أثر هذا ستقام الاختبارات الشهرية الفبراير ومارس في موعدها يعني اللي نقدر نقوله دلوقتي أنه الوزير رد قال أنه لأ الاختبارات القادمة بتاعة الشهر القادم الشهر ده والشهر اللي جاي إن شاء الله هتقام في موعدها ما فيش أي تأجيل ولا أي إلغاء ولا أي حاجة من الحاجات دي بالرغم من كل الشكاوى اللي كانت من أولياء الأمور لكن الوزير حسم الوضع وقال أنه لأ مش هيبقى فيه حاجة زي كده أتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم استفدت ولا بمعلومة واحدة من خبر واحد وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله